عندما جاء يوم الغدر في الثاني من أغسطس من عام 1990 لب الشهيد ناصر عيد رخيص الصليلي النداء بكل شجاعة وإقدام توجه إلى معسكره وانضم إلى إخوانه يدافع عن الوطن بكل ما أوتي من قوة جسمانية وعسكرية قاتل جنبا إلى جنب مع رفقاء درب الوفاء والشرف حتى أجبروا على مغادرته بالقوة في اليوم الثالث للاحتلال وتوجه الشهيد وأهله إلى أراضي المملكة العربية السعودية وتحين ساعة النصر ويدخل الجيش الكويتي مع أشقائه وأصدقائه منتصرا عزيزا عادت الحياة إلى طبيعتها وعاد الناس من الاقتراب والتقت الجموع من جديد على المحبة والإخاء واستمر الشهيد ناصر بمهمه العسكرية بتمشيط المناطق والمدارس والمواقع التي سكنها العدو لتنظيفها من الألغام والذخائر والمعدات العسكرية التي ربما تؤذي أبناء بلده وبينما هو كذلك وفي أثناء تفتيش وتمشيط مبنى ذخيرة الجيش بمنطقة الجهراء انفجر لغم غادر دسه الأعداء بعيدا عن الأنظار فتأثر به الشهيد وأصيب إصابات شديدة أدت إلى استشهاده في مثل هذا اليوم الأول من إبريل من عام 1991 ترجمة نانسي قنقر